اشتركوا في القناة او بصفة عامة اي حد في حياته بيبحث على النجاح لو حضرتك حابب تنجح وانت في حياتك ما عندكش بلان ولا خطة تمشي عليها او ما انتش اصلا ما عندكش هدف ولا عندك اسرار ولا تحدي ولا عزيمة ومن اول خبتك تقعد وما تكملش يبقى خلاص افهم كماما ان انت مش هتوصل لهدفك اللي عايز يوصل لهدفه لازم يكون عنده اول حاجة اسرار تاني حاجة يكون عارف هو رايح فين تالت حاجة لازم يكون عنده عزيمة وتحدي انه هو لازم يوصل مهما كانت الصعاب على فكرة اي هدف في حياتك مدام ان غيرك ادر ان هو يوصل الهدف ده فانت تقدر حضرتك تقدر توصل للهدف مدام غيرك وصله الاهداف كلها سهل الوصول لها لكن مين اللي هيوصل فانت لو من اول خبتة ما قدرتش تكمل حضرتك افهم كويس جدا انك مش هتعرف توصل لهدفك فالنجاح طريق اسهل مما تتخيل ولو كان في بعض الصعاب في طريقك وبعض العقبات ممكن وانت تقدر تعديها وتوصل الهدف بتاعك بسهولة جدا وكل الناس اللي وصلت لهدفها وطموحها والخطة اللي هم عملوها ووصلوا من خلالها للهدف ونجحوا الناس دي كلها كانت فشلة في عين الناس في يوم الايام دلوقتي نجحة وكل الناس بتجروا وراها فحضرتك افهم كويس انك لازم تنجح وتوصل لهدفك فلو ما نجحتش تبقى شخص عادي زيك زي اي حد ما لنوش اي قيمة في الحياة فلازم يكون لك قيمة في الحياة ويكون لك دور وحتوصل مهما كان الصعب ايه الصعب في انك توصل عايز تطلع ايا كان حلمك وطموحك اللي انت عايزه هدفك اللي انت عايزه ووصله ومش قادر اتعب شوية هتوصل كل الناس اللي تعبت وصلت لهدفها وطموحها كل الناس اللي كان عندهم حلم وصلوله بعد ما تحدوا الصعاب وقفوا قدام المشاكل ووصلوا وايا كان حجم المشكلة سهل حلها حل اي مشكلة سهل لكن مين اللي بيفكروا حل حل المشاكل اسهل مما تتخيل فالطلاب يريد تركز معا جدا انت داخل في الايام ومقبل على ايام امتحانات لا من اللي جاية دي في امتحانات سنوية يا رب وفقه فحضرتك صدقني اجمل مرحلة هتعدي بها في حياتك هي السنواء العامة السنواء العامة دي اجمل مرحلة هتعدي بها في حياتك ولما بتخلص هتزعل انها خلصت هتقولي ازاي هتدخل الكلية هتعرف السنواء العامة اجمل مما تتخيل هتفتكر الايام الصعبة اللي كنت بتعيشها الليلة الطويلة اللي كنت بتصهرها مشاق الطرق علشان توصل الدرس بتاعك كل الايام دي هتفتكرها وهترتاح لما توصل الكلية المقول اللي بتقول اتعب في السنوية علشان ترتاح في الكلية مقولة صحيحة ما في المية واللي يقول لها خلاف كده بيجدب عليك فحضرتك اتعب علشان توصل وترتاح كل اي طالب وصل لهدفه وطموحه في الكلية يعني مرتاح وعيشها طولها وعرضها وميت فلو عشرة وعنده ثقة بالنفس اللي لا تقدر بسبب فان توصل مش مهم انك تتعب لكن المهم انك توصل لهدفك وطموحك وتتحدى نفسك وتعرف ان احلامك وطموحاتك واهدافك اللي انت حطيتها قدام عينيك لازم في يوم الايام حتحققها وتوصل للهدف بتاعك ايه الصعب في انك توصل ايه الصعب في انك تهد جدران عشان خاطر توصل للاهدافك وطموحاتك ايه الصعب في انك تحلف بالله على هدفك انه يتحقق الدكتور ابراهيم الفقي بيقول انه هو كان لسه كده في السنوية فالدكتور ابراهيم كان كاتب انه هو عايز اطلع كذا في المستقبل كان كاتب على ورقة كده انه هو حيطلع في يوم الايام حاجة الحاجة دي كتاب على ورقة والورقة دي حطها كده في قضة النوم عنده وفي يوم من الايام طلع الشخص اللي هو كان كاتبه في الورقة دي فاهدافك وطموحاتك حتوصل لها لكن المتوقفة عليك انت هل حتقدر توصل المشكلة مش فحتقدر توصل ولا لا المشكلة فانك حاطت الخطة قدامك اللي حتوصل بها من نتائج المترتبة على الخطة اللي انت حاطتها دي ايه الاهداف اللي انت حاطتها الاهداف دي فعلا نجحة واللي انت اصلا حاطتها وحتوصلها في يوم من الايام وخلاص لازم تحط اهدافك وتمحاطك قدام عينيك وتوصل وتختاري الناس الصح اللي حتعيش معاك في حياتك مش اي حد والسلام انجح علشان ما تشميتش حد فيك انجح علشان ما حدش اشمت فيك اسمع كلامي لابد من اختيار الناس الصح اللي حتكمل بهم حياتك شوف بقولك انا انت تختار الناس اللي حتقولهم السلام عليكو على الطريق علشان تعرف توصل لهدف كطموحك اصلي شوف السلام اللي هو اقل حاجة وانت ماشي على الطريق كده ممكن تقول له واحد السلام عليكو يرد عليك بابتسامة وشكل جميل ولائق وحاجة جميلة يفرح القلب واحد تاني تقول له السلام عليكو يرد عليك السلام بطريقة انت اصلا انت ماشي تتكلم نفسك بسبب فانت اختار حتى كلمة السلام انت حتقولها المين اختار الناس الصح اللي هتعيش معاك حياتك علشان توصل لهدف كطموحك الاهداف والطموحات اللي انت عايز تتوصل لها صدقنا حتوصل لها لازم يكون عندك اصرار عزيمة تحدي مفيش اي حاجة اسمها صعب مفيش اي حاجة اسمها دجابة من الهموم والمشاكل ايا كان وضع الجبل من المشاكل ده هيتحل فحضرتك حط اهدافك وطموحاتك وقدام عينك وحتوصل كل نجاح في الدنيا بدايته فكرة اي نجاح حضرتك شايف الناس النجحة دي بداية النجاح اللي هم فيهم دي كانت بداية وفكرة انجح علشان خاطر نفسك مفيش حد هينفعك انجح علشان خاطر انت اللي هتتلام أو هتتشكر أو هتتهنى في الآخر انجح لان انت تستحق كده انجح لان انت مش حمل الصدمات ومتاعب الحياة الصعبة الجفة اللي مفيش نجاح اتعب علشان خاطر انت تستاهل كل خير اتعب علشان خاطر ترتاح وترايح اهلك واسرتك واهل بلدك اتعب علشان خاطر تكون في مكانة وترتاح نفسيا وتطلع وتخرج وتأكل وتشرب اتعب علشان خاطر نفسك اتعب لان انت تستاهل كل خير اتعب واي ان كان الحلم اللي قدامك هتوصله اي ان كان الاهداف اللي قدامك هتوصلها صدقوني اللي قدامكو ده كان فاشل في يوم من الايام في عين الناس دلوقتي قدام حضراتكو دلوقتي اتعب مهما كان الصعب مهما كان الصعب قدامك صدقنا هتوصله دلوقتي المشاكل اللي انت هتتعقب في حياتك هي دي السبب في ان انت تقف ما تقدرش تكمل هي دي السبب في ان انت ما تقدرش توصل لهدفك تمحاطك صدقني اي نجاح في الدنيا بدايت فكرة الفكرة دي بقى متوقف عليك انت ازاي هتفكر في الفكرة النجحة انك تنظف عقلك كده خالص من اي حد بيحاول فشلك تنظف ذاكرتك كده من اي ماضي وحش تنظف عقليتك من اي تفكير او اي مشكلة لسه ما حصلتش لان على فكرة انا بقول كده دايما العقل جذاب زي كده المغناطيس العقل ده زي المغناطيس شوف المغناطيس ده لما بيقرب كده على حديد او مصمار او اي حاجة بيلقوته على طول كذلك العقل لما بيقرب من حاجة من مشاكل بيلقوتها بيقرب من نجاح بيلقوته بيقرب كذلك لما بتقرب بالناس النجحة بتلقط النجاح بتاعها لما بتقرب بالناس الفشلة بتلقط الفشل بتاعه يمكن انا بقول دايما لأي حد حضرلي في تنمية بشرية لازم تختار صح لازم تختار صح وتعرف من اللي جنبك وحواليك مش اي حد والسلام مش اي حد والسلام لازم تعرف انك لازم تختار صح اختيارك الصحي ده هيترتب عليه حاجات كتيرة خالص كتيرة خالص فانجح لانك تستاهد ما تفكرش بكلام حد ولا تتعب ولا تيقس لان اليأس معناه التوقف اليأس معناه ان كان فيه حاجة في دماغك خطة او هدف او طموح كنت عايز توصله فييقست وقفت فانجح لانك تستاهد اصلا الناس بتقول علي اصلا صدقني لما تنجح وتوصل كل ده حجر وراك كله حجر وراك وانت اصلا ما تحطش حد في دماغك تحط حد في دماغك ليه انت شغال كده في طريقك عايز تنجح انجح ايه اللي موقفك انجح لانك تستاهد انتقي الخطط اللي انت هتحطها لطريق النجاح انتقي الاهداف انتقي الطموحات انتقي الاصرار انتقي الناس اللي هتعيش معاك حياتك انتقي حط تحت كلمة انتقي دي مئة الف خط انتقي صح وصدقني لما توصل لهدفك وطموحك كل اللي كانوا بيتكلموا عليك مش عايز اقولك كل الناس اللي ناجحت كانوا فاشلة في عون كل الناس كل الناس دكتور ابراهيم الفئي كانوا بيتريقوا عليه وهو لسه في منطلق حياته بقول انه مش ناجح وفاشل دكتور ابراهيم الفئي ادمات من كم سنة والكتب بتاعته احنا بنتعلم منها دكتور ابراهيم الفئي دكتور مصطفى محمود في بداية حياته لما كان عنده 19 سنة كانوا بيدربوه كده علشان يروح الارض ويزرع ويعمل ويخلي دلوقتي دكتور مصطفى محمود وهو من هو البرامج بتاعته بتزاع على التلفزيون وفيه طلبة وراك ده بتكتب فانجح لانك تستاهل النجاح متوقف عليك انت على حضرتك شوف حياتك مبنية على ايه وكمل على الاساس ده اختار الهدف اللي انت عايزه اللي رايحك مش اي هدف يعني ما تقولش كده ان انا هطلع مش عارف طيار هطلع ظابط هطلع وكيل نيابة هطلع دكتور شوف الاول الخطة اللي هتمش عليها علشان خاطر توصل بسهولة شوف الاول حط نفسك بلان ايه وبلان بي وبلان سي علشان خاطر توصل الهدف صدقني اي حد كان في بداية حياته كان شايف ان هو مستحيل انه يوصل في يوم الايام لكن انا بقولك وبصرخ بصوت عالي تحدى علشان خاطر النجاح جميل الناس اللي نجحت مرتاحة طريق النجاح روعة ويستاهل طريق النجاح يستاهل انك تتعب علشان خاطر توصل له طريق النجاح يستاهل انك تنام تبات طول الليل علشان خاطر توصل لهدف خطموحك اتعب لانك حد تستاهل اتعب لانك مش حمل صدمات انك تطلع تشتغل مع حد ويبهدلك ويهينك ويجع عليك اتعب لان اللي نجحوا قاعدين على كراسي ومرتحين اتعب لان اللي نجحوا بيأكلوا احلى اكل اتعب لان اللي نجحوا بقوا قدوة لغيره اتعب لان النجاح قدوة لاي حد في منطلق حياته اتعب حتوصل اتعب حتوصل وهدفك اللي غيرك بيتريق عليك به هتوصله في يوم الايام لو غيرك بيتريق عليك اصلا انت امين انت مش هتدخل كلية مش هتوصل هتوصل مهما كان الصعب والله العظيم كل الناس النجحة كانوا بيسمعوا كلام ما اعلم بله ربنا كلام دلوقت الناس دي نجحة وصلت اللي هم عايزين وزيادة كمان فاتعب انك حد جميل وتستاهل كل خير انتقي الناس انتقي اهدافك وتعب وانجح علشان ما تشميتش حد فيك صدقني النجاح بدايته في الكراه وطالما ان غيرك نجح ووصل لحاجة ما انت تقدر توصلها طالما ان في حد وصل للي انت عايزه يبقى الحاجة دي مش مستحيلة اصطلح كلمة مستحيل في اللغة العربية ان هي حاجة ممنوعة مستحيل حد وصلها مفيش يصعب يصعب ايه مفيش حد حيوصل لها ده كلمة مستحيل في اللغة العربية فان انت طالما دلوقتي في حد وصل لهدفه وطموحه فانت تقدر توصل لهدفك وطموحك ضع الخطة قدام عينيك حطه قدامك كده كويس بلا ان تمشي عليه بلا محترم لازم يكون لك حد قدوة حطه قدام عينيك كده ان انت هتكون زي الشخص ده في يوم الايام تحط هدفك وما تنامش قبل ما تعمل التارجت اللي انت ترتاح وانت نايم وخلاص كده فضيت عقلك وحتصحى تاني من الصبح تحقق تاني نجاح وتالت نجاح ورابع نجاح اتعب لان الحياة صعبة اتعب لان اللي ما نجحوش تعبنين دلوقتي اتعب لان اللي ما نجحوش مصدومين في الحياة اتعب لان اللي ما نجحوش مصدومين في الناس اتعب لان اللي ما نجحوش مصدومين في صعاب الحياة اتعب لان اللي ما نجحوش بيتندموا لما بيشوفوا حد ناجح اتعب لأن اللي ما نجحوش حياتهم خردة اتعب لأن اللي ناجح فرحان اتعب لأن الناجح مبسوط اتعب لأن الناجح منتظر منصب أو منتظر كيان أو حاجة هتحط فيها اتعب لأن النجاح طعم حلو اتعب هتوصل لهدفكم واتموحك اتعب لأن والله العظيم ما فيه حد لحينفعك فالنجاح زي ما قلت لك مبنى عليك انت اشتغل على نفسك دوس كمل طريقك خلي قلبك من حديد فهتوصل لأي كان الهدف أي كان الهدف حتى لو كان صعب لكن لازم يكون عندك فكر للأصول للهدف خطتك اللي انت ماشي عليها ايه نظامها عقلك ده اللي انت عايز توصل بيه الهدفك نظامه ايه شغال على ايه المدار المحتوى اللي جواه جوا ايه عقلك ده المحتوى ده لو ما كانش نظيف ومنطقي مش هتعرف توصل زي كده والد شخص مثلا يعني على سبيل المثال عايز تطلع عمارة كده العمارة دي 11 ضوء وفيها أسنصير والأسنصير ده قدامه ناس حوالي 100 واحد 200 واحد المتين عايزين اطلعوا فوق من الأسنصير فوالد الطفل ده قال له اطلع على السل والله اعلم الأسنصير اللي هشتغل امتى ولا هتطلع امتى فانت اختار أفكارك اللي هتوصل بيها ما تقولش انا عايز انجح وخلاص النجاح النجاح مبني على حضرتك يبقى الفكرة اللي هتحطها في عقلك علشان خاطر تنجح بيها البلان الخطة الهدف وأخيرا اسرار ثقة بالنفس ليس حد حينجح بدون ما يكون عنده ثقة بالنفس انجح لان النجاح طعمه جميل فيكون عندك اسرار وعزيمة وتحدي وانت قدي ده انت تقدر عنوان البرنامج انت حد جميل ويستاهل كل خير فانجح لانك تستاهل انجح لانك تستاهل كل الناس اللي نجحت تعبوا لكن وصلوا الاهدف المطمحاتهم الله العظيم انا يمكن من ثلاث سنين ونص وانا بطلع على التلفزيون والحمد لله رب العالمين افتكر ان انا اول مرة اروح فيها على التلفزيون كده كنت اطلع متبهدر خالص وجايهم وصلات وتعبان دلوقتي مرتاحين دلوقتي ارتاحنا وصلنا اللي احنا عايزينه وصلنا دخلنا كلها مرموقة الحمد لله دينة ارتاحت قدام حضراتكو بتكلم فدلوقتي اللي عايز اوصل لهدفه هيوصل مهما كان الصعب هيوصل لازم يكون عندك حاجة اسمها اسراء على الوصول الى الاهداء تشوف من الناس اللي بتحبك دلوقتي قرب منها الناس اللي ابتسامتها تدلل على انها بتقولك كده انجح خلص ابتسامتها بتقولك انا حبك لشخصك ابتسامتها اللي بتقولك صدقني انت حتوصل وابعد عن الناس المحبطة اللي بتحاول تحبطك وبتحاول تبعدك عن طريق النجاح والله هتوصل مهما كان الصعب ما طالما ان انت حطيت هدفك وحلمك قدام عينيك هتوصل ايه الصعب فانك توصل طالما ان فيه ناس واصلك ايه الصعب فانك توصل هتوصل لأهدافك صدقني الماضي الماضي كنت انت عايشه في يوم الايام دلوقتي بقى ماضي اللي انت كنت عايشه في يوم الايام دلوقتي بقى ماضي دلوقتي حضرتك طميننا على ماضيك نضمان عليه ولا فرحان انك حققت ترجط مبسوط على الترجط ده طميني على الماضي بتاعك طالما بدل ما اقولك طميني على الماضي بتاعك فكر بقى في الحاضر اللي بيجيب مستقبل والحاضر ده بكرة حيبقى ماضي فان شاء الله يتسع اللقاء في الحلقات القادمة لكن دعوني في نهاية هذه الحلقة اهنأ اخي الاكبر وحبيبي الرجل المحترم الطيب اللي استهل كل خير كسما بالله محفز دايما على النجاح دايما ناصح امين قوام رجل طيب ومحبوب ما بين الناس دايما بيعين المظلوم ودايما واقف جنب الفقير دايما كده ابتسمته بتدلل على انوه شخص جميل وحد محترم وحد ناصح لما بينصح بينصح بجد من قلبه صراحة انا اعلنها امام الناس الاستاذ محمود الشحات السمان والله العظيم بقولها قدام الجميع انا بحب وفي الله حب كده يعني لو فضلت اتكلم انه الان السنة الجاة مش هيخلص الكلام ودعونا نضع السنة الى اهله وانوهن اخي الحبيب الاستاذ محمود الشحات على ان هو بفضل الله بقى شيخ لقرية جواد حسني شيخ البلد يعني وهذا المنصب الجميل نشكر عليه معالي اللواء مدير الامن في محافظة البحيرة السيد اللواء احمد خلف واحنا بنشكر حضرتك لان احنا كنا فعلا محتاجين الشخص ده ودايما جواد حسني قرية جواد حسني واللادة للناس النجحة فيها كوادر شبابية جميلة جدا وان شاء الله في الايام اللي جاية مقبلة على التقدم والازدهار وحيكون فيها كوادر شبابية تكون وتنفع الشباب والجل اللي حيجي بعد كده وهني يا اخي الحبيب الاستاذ محمود الشحات على تولية لهذا المنصب وان شاء الله في تقدم والازدهار مشاهدين الكرام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة